أصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية تقريرا جديدا يتضمن مقارنة بصرية للأسلحة الإيرانية ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثنى نقلها إلى الحوثيين في اليمن ويقدم التقرير دلة بصرية على أن الأسلحة ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثنى عبورها إلى الحوثيين في يناير هذا العام هي من أصل إيراني مما يبرز تمكن إيران لحملة الحوثيين الهجومية ضد الشحن التجارية في البحر الأحمر وتشير تقديرات وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى أن الحوثيين استخدموا أسلحة قدمتها لهم إيران لشأن أكثر من مئة هجوم بر وبحري في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وخليج عدن وأصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية تقرير بهدف تعزيز الفهم العام للأشيطة الخبيثة التي تقوم بها إيران وتقديم رؤا حول قضايا وزارة الدفاع والأمن القومي ويعزز التقرير الجهود لاستخبارات الأمريكية لإظهار الروابط الواضحة بين الأسلحة الإيرانية والأسلحة المستخدمة في هجمات الحوثيين اشتركوا في القناة